السلام عليكم في هذه الحلقة نهضروا على واحد موضوع اللي هو سبيسيال اوكي واشتبق لكم شميتوا واحد الرائحة كتجدب وكتكون مزونة في الاطفال حديث الولادة او لا خلال شهورهم الاولى الناس كاملة اللي جربتها تشيكي اكدوا انها من اسكى الرواعح واش عرفتوا ليش لوب بوو الدرائحة در مولود الجديد كيكون مفعولية لقوية للأم وحتى للبالغين بصفة عامة وهذه الاحساس اللي كتشعر به الامره كيشبه للك الاحساس اللي كنكون احنا جائعين بثب بحيث اننا كتجبنا النسمة او لرائحة الطعام وما كان قدرش نقوموها او لما تشيو واحد مبلي بشي مادة مخضرة بالله عليكم كيف تجد رائحة ديك المادة بينسوا قد جاء احلى رائحة الدنيا واش تخيلتوا دوك الاحساس كيفاش عمل اكيدا تكون تخيلتوا وذيك الرائحة الرادع رايحة نغمال مو مادة كيميائية وصراحة راكينا عدة نظريات حول اصل هذه المادة كيميائية وباش بلا ما ندخله في الدنيا بزاف الحاجة اللي متفقن عليها في تلك النظريات هي ان الرائحة نتجة عن مواد كيميائية بحيث انها كتجبض الام للطفل دياله في حل مغناطيس وكتحرك فيها في الدماغ دياله نظام المكافأة هذا نظام كيتم تحفز دياله عندما يكافأ احدهم بشيء ما او لمثلا عند تناول طعام لذيذ وحلو وعلى سبيل المثلا قدروا تشبوا رائحة الطعام برائحة مساكرة تذهب العقل الناس اللي كتبحث في هذا المجدل اللي كتسموا العلماء راكي يقولوا انه المرأة بشكل عام بلكي يجيها ديالك الاحساس انها خصة تكون ديالك الطفل الساغر لكي يكون بين ديالعيها او لا تجبض للخضر دياله غير انه ما شبت ضرورة تكون ام دياله فقط هناك نهضره على النساء عموما يعني تقدر تكون اي مرأة اخرى في حال خلطه مثلا او لصديقة دياله زيد وزيد واحتر رجاله بالبال غير من الفتيان والفتيات وذيك الشعور او الاحساس اللي كيجي للامر هكيبقى قوي بزاق مقارنة بالاخرين وهو رد اسفع طبيعية بيولوجية مخلوقة بها وكتكون مرتبطة بمنطقة عصابية في الدماغ اللي كي تسمى بمنطقة المقافأة كما اشعرنا لها قبل قليل هذا المنطقة اللي كتنشط بالرائحة اللي كتكون في الرضاع يجب ما كيفرز واحد الهرمون اسمه الدوبامين وما ادرك كما الدوبامين هذا الهرمون هو المسؤول عن افراز مجموعة من المشاعر في حال الفرحة والراحة واللد واللوم وكي اكدر علماء ان الرائحة الدرع وهو استيطوين اللي كيكون ان شاء الله تخلقوا راهية رائحة كتلعب دور كبير حيث كتطول علاقة العاطفية بين الام وردعيها وهذا الرائحة هي تواصل غير لفظي وكيتموطيب الام يعني كتيت على التربية والرعاية والردعات الطبيعية والحماية ديله من اي ادى خارجي ولكن بغيت نوضع لكم انها تذكرت في هذه الحلقة وهو كلام علمي ورتبط بالتفكير العقلي يعني ما تقولوش هاتش هو السبب لكي خلي الام تعتني بالطفل دياله نو نو لانه سبحان الله طبيعة البشرية ما كتقداش تفهمه وهدد عليها ان جسم الانسان هو كون كعيش فوس هذا الكون ووالا اذا شفت الحلقة فيها ايفادة لا تنزجي تدعم محتوى القناة بالضغط على زر اللايك وتخلينا الرأي دليك في التعليق شكرا على المشاهدة